نهاردة ان شاء الله هنجرب مع بعض المسترين في بي ان يلي بيدينا ريزيدانشل اي بي هنستخدمه على الروكسي براوزر احنا اول مرة نستخدمه اول مرة نشرح عنه فبسم الله هنبتدي مع بعض الشرح ونشوف هل هيديني نفس الفكرة و هل هيطلع امان ولا الاعداد بتاعته ايه فبسم الله اول حاجة احنا طبعا في الشرح اللي قابليه طبعا احنا شرحنا ازاي بالنزل المسترين في بي ان هو برنامج مدفوع مش مجاني وجربناه مع بعض وهو بصراحة ممتاز يعني احنا بدأت استخدام الشخصي عليه تمام فاحنا دلوقتي هنروح بعد مستطبناه هنروح نفتح الروكسي براوزر وطبعا التسطيل بتاعه ودام اللوت سهل ما فيوش اي مشكلة خالص هنتظر بس لما يحامل معنا هو طبعا كده شغال معي هو بيدي في النسخة الفري خمسة بروفايل لو انت طبعا ارتحت معي وحبيت تشتري الاصدار بتاعه هو بصراحة برضو مميز مفهوش مشاكل فخلينا طبعا هو بطلع هنا الاي بي بتاعي الفعلي تمام لو انا فتحت دلوقتي حالا اللي هو المسترين في بي ان طبعا زي ما احنا شايفين هو في دول في كل اللي انت محتاجه زي ما انت عايز بس انا بصراحة بشتغل على كندا وبشتغل على كذا دولة فخليني زي ما انا مسلا على كندا هنعمل تمام ده الاي بي اللي طالع معي الاخره مية تمانية وستين وهدوس هنا فوق هيعمل دلوقتي هو صاحب معنا الاي بي الجديد دلوقتي حالا اللي هو اخره مية تمانية وستين بعد كده هنروح نقول له كريات بروفايل طبعا هو هنا بيسهل عليك الدنيا شوية يعني يقول لك اكتب بس البرفايل نيم وليكن مسلا خلينا بالاسم ده طبعا بتخضر اصدار اللي انت عايزه من الويندوز ولو انت عايز اا لينيكس عايز اندرويد زي ما انت عايز اي اصدار زي ما انت عايز وطبعا هنا اصدار الكروم اللي انت عايز تشتغل عليه تمام طبعا لما بتيجي تستطع بالروكس براوزر الاول مرة بيعمل داونلود للازراب بتاعت الكروم اللي انت بتحتاجها تمام بعد كده هو هنا طبعا بتاعتنا وهنا البروكسي طبعا هو قال ان هو ما فيش بروكسي غير لو انت حددت له بروكسي بنفسك يعني هو هنا لو وقفنا هيقول لك ان انت شغال وزود بروكسي من غير بروكسي طبعا احنا منستخدمينه في البي بي ان من برا يعني احنا قريد الزبطينه في البي بي ان من برا تمام بعد كده هنقول له عشان يبتدي يسحب بصمة جديدة تمام هو كده ادى بصمة جديدة خالص مختلفة طبعا هو هنا بيبين لك كل اللي معمولة تمام طبعا هو هنا بيطلع لك ان هو في عندك كاتب لك كاتب لك اللوكيشن هو بيسحبه من اللي موجود على السيستم نفسه لكن لو انت حبيت فبتخش في الاعدادات وبتخصصها زي ما انت عايز بعد كده هقول له كريايت بروفايل هنتظر بس علي هو كده عامل بروفايل معي لو انا جيت لطوله اوبن هنشوفه ساعتها بقى هيبقى سحب او بيطلع ارور معنا او لا طبعا هو كده فتح معنا مسحب الاي بي اللي احنا اشتغلنا به دلوقتي اللي هو اخر مية تمانية وستين ادي اخر مية تمانية وستين تعالى ده انا نتشيك على الاي بي ده نفسه الاول هنعقد مسلا خلينا ناخد البيكسل سكان الاول كده ونشوفه هيدينا ايه واتسمع اي بي وخلينا ناخد ظهور دوت كوم نقول له تشيك طبعا هو بيراجع طبعا هو خلص بتاعه تمام وقال لك ان ما فيش اي مشكلة في البصمة بتاعتنا ونخلي بالنا ان كل حاجة احنا فتحينها يعني سايبينه الاعدادات الاوتوماتيك بتاعته نفسه احنا مغيرناش حاجة جوه الاعدادات نفسها مطلع علي اخر الاي بي مية تمانية وستين تمام ومش مطلع علينا مكتوب ان هو او حاجة لو انا دخلت هنا على وجهور مطلع علينا ان هو ومطلع علينا بتاعتنا تمام بالنسبة للناس اللي كان بتتكلم على موضوع احنا اتكلمنا عليه قبل كده احنا بنثبت مع بعض بتاعت الكلاود في لير يعمل خش هنا على بتاعتنا بتاعتنا بتاعت الناتورك على هتلاقي عندك هنا انا مثبت الدي ان اس بتاع الكلاود في لير لو انت شلته ممكن يطلع الدي ان اس بتاع دوليتك فعلا فاحنا بنثبته ان هو بيبقى اسرع ويبقى افضل طبعا فحتى لو اختلف مع الاي بي اللي فوق ما فيهوش مشكلة خالص وطبعا انا هنا ده مثبته عشان دي اعدادة الشبكة عندي الداخل ايه? تمام خلينا كده ايه? نتشيك الاول كده مع بعض طبعا احنا كده كل الاعدادات مفتوحة تلقع ايه? خلينا نشوف مون هو يشوف والبوت والدي اناس والويب ار دي سي تمام? هناخد كده يعمل تشيك الاول نطلع طبعا الحمد لله معنا كل حاجة ممتازة مفيهاش مشاكل خالص بعد كده هنشوف هنعمل تشيك ليه برضو نفس الموضوع هنا بيعمل تشيك على اي بي نفسه طبعا هو طلع كل حاجة معنا مفيهاش اي مشكلة تماما ونخلي بنا ان هو مفتوح ومربوط بالنفسه يعني باللوكيشن اللي هو شغال عليه تمام? بعد كده هنشوف مع بعض اللي دي الناس هنستنى عليه طبعا الاي بي احنا بتاع كده مش محتاجينه طبعا هو مطلع لنا هلا دي الناس زي ما احنا متفقين احنا اخدناه من فهو مطلع لنا الدي الناس نفسه بتاع الكلاود فليير حتى لو تغير معاك الدولة من الدولة للدولة اهم حاجة اوروبي ما تقلقش هي الدنيا كلها شغالة ما فيهاش مشكلة عندك بعد كده نشوف دي الناس طبعا زي ما احنا قلناه دي ما يبقاش فيها قلق في بعض الاوقات هتلاقيها مدية معاك صح وفي بعض الاوقات مدية معاك الشكل ده ما فيش قلق منه لو انت جيت فتحت كده من هنا وقلنا مسلا هنفتح اليوتيوب لو احنا بتاعنا فيه مشكلة هيطلع معانا ان هو هيطلب مننا ان احنا نعمل يعني خلينا ناخد اي حاجة مسلا وليكن اا مسلا اا اي اكس اي اكس براوزر مسلا وفتحت مسلا في السيطة اي اي فيديو هيفتح معاك عادي مغير اي مشكلة هوا مفاتح وشغال فاحنا كده بالنسبة لنا هو مفوش مشاكل تمام كان اي تاني برضو عايزين نبص عليه مع بعض بتاعي لكده الاعدادات ما فيهاش مشكلة خالص لو انت جيت افلت كده تمام وهو هنا اه كندا عملنا رفريش خلينا بس نشوف الدي ان اس هيغير ولا اقا طبعا هو مفاتح من زم احنا اتفقنا اللي بياخده من الكلاود في لير فده برضو ما يتلقش منه مفوش اي مشاكل بالنسبة فانت ممكن بقى تجرب عندك كزا دولة عندك كزا متصفح راحتك خالص ولا تقلقش منه يعني انا مجربه بصراحة شغال لي بقى دي فترة طلعش معايا اي مشاكل بصراحة بس فلو في اي حد عنده مشكلة او اي حاجة اكتبوا لي في كومنتات واتسوش الاشتراك ولايك وشكرا جدا سلام عليكم